لحماية 37 ألف معلم ومعلمة في التعليم الخاص ولضمان حقوقهم من خلال تحويل الأجور إلكترونيا عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية ناقشت حلقة نقاشية بعنوان حماية الأجور عبر تحويل رواتب معلمات ومعلمي المدارس الخاصة إلكترونيا أهمية قرار استلام رواتب المعلمين بقطاع التعليم الخاص عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية والذي جاء استجابة لمطلب اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وحملة قم مع المعلم أمين وزارة العمل هاني خليفات أكد أن الأردن يسعى لتوفير معايير وشروط العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور وحمايتها وبيّنت تأخر الإحصائيات لحماية قم مع المعلم أن نسبة من لا يحول لهم رواتب على البنوك وصل إلى 67.4% في حين بيّنت إحصائيات لجنة الإنصاف في الأجور أن نسبة المعلمات اللواتي لا يتقضن الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا بلغ 40.3% في العام الماضي وأن 67.8% فقط من المعلمات مشمولات بالضمان الاجتماعي تحويل الرواتب من خلال المحافظة الإلكترونية أو من خلال البنوك سيساعد الحكومة أنها تستطيع تسيطر على هذا الموضوع وتراقب هذا الموضوع حتى أن أي معلمة ينتهك حقوقها أو معلمة في المدارس الخاصة تنتهك حقوقها أنهم يستطيعون يساعدوا بحل هذه الإشكالية الفكرة هي ربط كمان وزارة العمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي مع وزارة التربية والتعليم إذا وزارة العمل استلمت شكاوي على مدرسة معينة أو الضمان الاجتماعي بخبر وزارة التربية والتعليم وبهاي الحالة بتقدر وزارة التربية والتعليم إنها ما تعيد ترخيص هاي المدرسة حقهم يوصل لهم راتبهم بمكان آمن بمكان آمن بأقل الكلف الممكنة المحافظة الإلكترونية هي عبارة عن مرآة للحساب البنكي مؤمن من البنك المركزي ومدار النظام بالبنك المركزي الأردني بتحول الراتب عليه هو عبارة عن ترانزاكشن الأكاونت يعني حساب بقدر يعمل منه حركات وهو قاعد ببيته بقدر يدفع كل أنواع فواتيره من خلال فواتيركم